على منصة الجمعية العمومية للأمم المتحدة تحدث الرئيس برهم صالح ملخصا المعادلة السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد الرجل القيادي والسياسي نقل الصورة الحقيقية فجسد الحال وأنصف تطلعات الشعب العراقي وتطلعات المنطقة والعالم لبلاد الرافدين لكن في نيويورك تعرف الصحافة الأمريكية جيدا أن صالح يمتلك في جعبته مفاتيح الكثير من الملفات التي تقرب المسافة بين الاستقرار المنشود وأسباب الفوضى والمشهد الحالي في العراق والمنطقة مع فريد زكريا صحفي سي أن أن كان الحديث واضحا بمكاشفة كبيرة تحدث فيها رئيس الجمهورية عن خطر تأثر جماعات إرهابية بالمشهد الأفغانية سيما بعد هيمنة طالبان وانسحاب القوات الأمريكية الحال ينطبق على العراق البلد الذي يعاني من تناحرات خارجية على أرضه وأيد إرهابية ما زالت تعبث في البلاد صالح تحدث بوضوح عن أهمية وجود أمريكا داعم مع التحالف الدولي للتدريب والنهوض بالحال الاقتصادية ودعم العراق ليكون قادرا على بناء حكمه الرشيد زكريا الذي وجه سؤالا عن مستقبل العلاقات بين السعودية وإيران جاء الرد عليه بإجابة رئيس الجمهورية عن أمل حقيقي يريده العراق من التقارب والتحاور الذي لا يمكن إلا أن يكون في نهاية المطاف مهما طال الخلافة لقاء يضاف إلى موقف العراق الدبلوماسي وسعيه إلى بناء مستقبل واضح المعالم يريد له رئيس الجمهورية كما الشعب العراقي بأن يكون واقعا وفاعلا في بناء نهضة العراقي الحديث